بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدين قناة الزمالك في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب الناشئ النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم على دور ناشئين وشباب نادي الزمالك ودورهم في تدعيم الفري الأول في ايه بقى بالظبط احنا تكلمنا كتير جدا قبل كده على تدعيم الفري الأول في نادي الزمالك في المطلقات اللي فاتت لكن اول ضربة البداية كانت اه مع فريق الالتشادي وكانت مع رحلة الفريق الى الافريقية رحلتوا الافريقية في دور الابطال بعد ما كان كانوا احد اسباب تفوق نادي الزمالك في التتويج بلقب الدور العام وايضا كأس مصر الحقيقة طبعا في الموسم اللي فات الحقيقة انا كنت سعيد جدا جدا وانا بشوف ايمة فريق نادي الزمالك اللي سفرت الكاميرون لمواجهة الكت بطل شاد في مباراة الزهاب بدوري ابطال افريقيا كتير جدا توقعوا انه دور شباب مصر خلص او شباب الزمالك خلص انا بسمهم شباب مصر انه دور فعلا منتخبات كلهم خلص خاصة مع الاعلان عن صفقات الفريق الجديدة وما اكثرها وما اقواها لكن الايمة فجئنا ان الايمة اللي اعلانها مستر فريرا ردت على الكل وردت على كل شيء وقالت ان شباب الزمالك مستمر وحيستمر في دعم الفريق الاول بالموسم الجديد والبداية طبعا كانت فيه ادغال افريقيا شفنا في ايمة نادي الزمالك لمواجهة الكت بطل شاد شفنا في حراس المرمة نديم محمد نديم سيد عطية في خط الظهر حسام عبد المجيد في خط الوسط محمد حسام بيسو سيف فاروق جعفر سيد عبدالله نيمار شفنا في خط الهجوم يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف يا جماعة تمن لعبين بيزينوا قائمة نادي او زينوا قائمة نادي الزمالك في دوري الأبطال مع نادي إليكت التشادي ده علشان تعرفوا قيمة قطاع الناشئين في نادي الزمالك قيمة القطاع القوي في ناديكم تمن لعيبة بيدعموا الفريق ودي اعتقد اعتقد انها سابقة أولى من نحة مش في الزمالك بس لا اعتقد انها في كل الاندية كل الانديت يعني مش عايز اقول ابالغ اقول العالم لكن اقول كل الانديت مصر انه يتزين او زينت قائمة الفريق الاول بتم اللاعبين من قطاع الناشئين في الدور الاول في بداية مشواره من نحو لقب جديد وهو ده والأبطال افريقي والأجمل بقى ايه يا جماعة ان انت عندك في حراسة المرمى وعندك في وسط الملعب وعندك في فلاودة ايه الجمال ده يعني في كل مكان في الملعب عندك لاعب وده اندل على شيء فانما يدل على تفوق قطاع الناشئين في نادينا الزمالك الموسم الجديد هيكون فيه تحديات كتيرة جدا 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 وهنا لازم ابعت رسالة للعيبة نادي الزمالك والشباب نادي الزمالك اللي شرفون او شرفوا القطاع في البطولات الفائتة او الماضية سواء في الدوري او في الكاس او حتى في كأس الاتحاد كان بطولة الاتحاد دي اللي اتعامل دي كأس الربطة برغم ان احنا خسرنا لكن الولاد لعبوا وادوا اداء مشرف جدا انا بقول لهم اكتاهدوا اكتاهدوا واتدربوا واستنوا الفرصة بس لما تيجي الفرصة امسك فيها ما تسيبهاش اثبت انك جدير بانك انت ترتدي قميص نادي الزمالك او النادي الملك وانك قادر على تمثيل نادي الزمالك في كل المحافل سواء مباراة محلية مباراة دور الكاس كأس الربطة السوبر مباراة الافريقية مباراة القارية في دور الابطال يا جماعة كلنا سعداء وبصراحة الكل سعيد وفخور باللي بيقدموا الشباب الزمالك علشان كده احنا سألنا جمهورنا في مصر رأيكم اولا ده افضل قطاع بلا منازع عشان يبقى فيه تمانية لعيبة وفيه خمس ست لعبين اخرين مستنين دورهم لا شابو لقطاع الناشئين في نادي الزمالك سألنا قطاع عريض من جماهير نادي الزمالك رأيهم فيه هؤلاء الناشئين ورأيهم انهم ورأيهم هل الولاد دول قدروا انهم فعلا يسدوا الثغرات اللي سبها رحيل عدد كبير جدا من اللعيبة الكبار زي طارق حامد زي ابو جبل زي عندك بن شرقي ونجم لعيبة كتير جدا سابت نادي الزمالك فانا بعتقد ان الولاد دول سدوا فراغ كبير جدا